لكن النهاردة معنا واحد يا جماع من أوائل الناس اللي توقعوا السيناريو اللي هيمشي بالزبط واللي موسيماني هيعمله بالزبط في مباراة فيتا كلاب والأهلي الأخيرة في القنغو وللأهلي فيها فاز بتلت نقاط أو تلت يعني جوال ثمينة جدا وغالية جدا الحقيقة وبيكمل من هنا مشواره في أفراقيا كابتن محمد حشيش مبروك الله يبرفيكي ومبروك علينا وعليكو عامل إيه وانت بتتفرج عن مطش كده وبتقول الله ده أنا قعدت في البيت الكبير والله يبقى إيه بهندس وبتكلم وبتوقع وتوقع طلع هو اللي صحي انت عارف الواحد بيبقى سعيد لما يبقى يعني يجي في برنامج ويتكلم على مباراة ويطلع برضه يعني التفكير صح والتوقعات صح والحمد لله يعني المطش فعلا من البداية زي ما قلنا كانت مباراة يعني أنا أعتبرها تاريخية بالنسبة النادي الأهلي شفت بداية المباراة زي بعيدا عن الفناية هنتكلم فيها لكن ازاي شفت النداء ده هو ده النادي الأهلي ودي شخصية النادي الأهلي بص هاننا يعني من البداية مش هنتكلم من قبل المباراة لأن استعدادات المباراة كلها أنا بعتقد واحدة الدور الإداري اللي بتعمل في النادي الأهلي قبل المباراة الإفريقية بيبقى واحد تقريبا الناس بتروح وبتجهز الملاعب وتجهز وتزبط القتيل وكده المرة دي كان أهم حاجة اللي أنا شفتها من اللعيبة هو التجهيز النفسي بتاع مسيماني كان عليه دور كبير جدا جدا وكان باين طبعا بداية من اجتماع الكابتن خطيب بيهم قبل ما يسافروا طبعا يعني مش هنتكلم في الموضوع ده وتأثير الكابتن خطيب على اللعيبة وتحفزهم كمان مسيماني أكيد أكيد لودور كبير جدا في تجهيز اللعيبة وأنه حسس اللعيبة بخطورة اللقاء وصعوبة اللقاء في البداية وأهميته بالنسبة للنادي الأهلي في التكملة كان باين قوي على اللعيبة من البداية طبعا التشكيل ده كمان برضو كان عليه عامل كبير لأن لو قارننا بين الماتش مثلا اللي خسرنا بتاع سنبا كانت كل حاجة الحياة ما كانتش متزبطة صحيح بداية من التشكيل بداية من أداء اللعيبة من الدوافع التغييرات كل حاجة كانت مش كويسة تزبوط زائد الملعب والجو كده سبحان الله المباراة دي كتمع فيه حاجات كتيرة جدا عشان كده بقول إن المباراة دي تاريخية بالنسبة للنادي الأهلي في تجهيز اللعبين أداء اللعبين وإصرارهم من البداية وحطين اسم النادي الأهلي وشايفين اللي جاي هيبقى عامل إزاي في حالة لقدر الله يحصل حاجة فكان لازم المكسب بان على اللعيبة من أول دقيقة يمكن أنا كنت في قناك واتكلمت قلت كنت حاسة النادي الأهلي بيلعب في مصر مش برة الرهبة بتاعة المباراة برغم النتيجة الأولين وأهمية الماتش دي بتدي برضو اللعيبة وهي نزلة بتبقى خايفة الغد لا ده من أول دقيقة بان عليهم في الضغط العالي اللي من قدام بان عليهم في النقل هالي في وسط الملعة تاك تاك لمسة واحدة دي ما بيجيش من فراغ إن أنا أقدر أعمل وان تاتش دي لازم أكون والأرضية دي كمان طبعا الجرأة الكبيرة اللي كان فيها النادي الأهلي الجرأة دي جاية من إحساسك وثقتك بنفسك ودوافعك الكبيرة وتجهيزك وثقة الإدارة والجهاز فيك كل ده الترجم لهدفين في أول تلت ساعة خلصوا الدنيا وكان ممكن أكتر من هدف خلاك تمتلك المباراة زي ما بيقوله زي الملاك ما كده أنت ديتل لقدامك بوكس من أول دي خلاص بقى يعني مش عارف يعمل حاجة في نقطة كمان يا كابتن الأجواء زي ما أنت بتقول قبل المباراة على الجانب النفسي والحرب النفسية اللي أثارها المدير الفني ورئيسة النادي وده اللي عمله النادي الأهلي ورحابة النادي الأهلي أنه حاوله ده التحدي والرد كان في الملعب الراجل قال حاجات كتير جدا غير وقوعية وأعتقد أنها كانت حرب نفسية وكان دليل على خوفه من النادي الأهلي لكن الرد فعلا كان في الملعب من خلال اللعبة كمان من خلال المسلماني اللي قدرته للفنية لو تفتكر هاني قبل المباراة لما قلت لك لازم النادي الأهلي من أول دي يضغط ويحسس الفرقة دي أن أنت كنت في مصر ده كانت ظروف بس وراء قلت ألا أنا بقولك طبا كابتن وإن هجمات المرشاد لا لا يعني تفاهم إزاي لازم تفوقه تقوله لا أنا النادي الأهلي أنا اللي كان مفروضك سبك عندي خمسة وستة مظبوط أنا جاي النهاردة كسبك هنا بقى لم أعملتوش نتيجة لعدم التوفيق في المباراة الأولانية إن شاء الله التوفيق هي بقى معايا وحكسبك هنا ودل حصل وكان ممكن تطلع النتيجة أكتر من تلاتة يمكن أربعة وخمسة النتيجة دي نتيجة كبيرة جدا جدا ما تحققتش على نادي في الكونغو قبل كده من سنين طبعا طويلة اللي كمان عايز أتكلم عليه هو إدارة مسلمان للمباراة كمان يعني غير التشكيل الرائع اللي أكاد يكون احنا قلناه برضو التشكيل هو بل الضبط اللي كان موجود التغييرات إزاي يسحى فلان وينزل فلان ويغير وتوقيت المناسب وإنتي بترعب برضو وكنا برضو هاني كان الآن برضو والترتان وقلنا الترتان بيحتاج سنس معين للعيب الكورة بعض اللعيبة مش واخد عليه فبيبقى يتطلب اللي بعد الترتان إنك لازم تبقى فيه نوع من التركيز أكتر صحيح وده اللي حصل فكورة هي جيالك في الباصة ما تبقاش قوية أو عشان ما تجريشه يعني في حاجات كتير جدا النادي الأهلي والعيبة النادي الأهلي تغلبوا على القصة دي وسبحان الله طبعا التوفيق يعني أنت لما يكون حاجة كويسة بتبقى كل حاجة كويسة صح الجو تحسن وبقى كويس يوم المباراة دي اللعيبة كلها ماشاء الله فقمت التركيز يعني أنت ما تقوليش إن فلان ده أحسن واحد لا فلان ده أحسن لعيبة كلها كانت على قد المسئولية من أول الشناول غير حتى اللي نزلوا التغيرات اللي اتعاملت التغيرات كانت على مستوى عالي جدا جدا ما تحسش يا هاني سهام إن كان فيه اختلاف الأداء مستوى واحد من أول شوت لغاية نهاية المباراة إصرار النادي الأهلي إن 2-0 وعايز يقتل المباراة بجون تالت وجون رابع مرجعتش بقى وقلت 2-0 أرجع وعمل شخصية النادي بقى برضو شخصية النادي هنا أنا عايز أقول النادي الأهلي يعني بيّن مستوى الفرقة التانية لأن الناس بالمباراة الأولانية اتخدعت في النتيجة النتيجة ما هي الفرقة هي في الناحيتين بس التوفيق كان معاهم في المباراة الأولانية اللي هو كان ضد النادي الأهلي لأن كان ممكن يحصل نفس السيناريو في مصر أول ما تنزلي وحصل إنك ضيئة 3-4-5 فرص في البداية بدأنا نقلق تاني كورة مروان التعاملت دي اللي كان ممكن يحطها أعلى شوية وأجمد شوية وكورة محمد قلنا موضوع الفرقة دي مش طبيعية بقى فإنما محمد شريف جون الأولاني فتح السكة جون أفشة العالمي جون تاني تشوف النادي الأهلي كمان وهو بيلعب بره أرضه الضغط الهجوم اللي عامله المكسف اللعبة الدفندرات كمان كانت متحررة شوية يعني كان بتطلع تكمل أنا من ضمن الحاجات اللي لقيت منها وكانت مفاجأة بالنسبة لي طريقة اللعب هو نفس قال له كده يعني قال في حاجات طبعا يعني على مستوى التغييرات آه لكن ما يمكن هز الثقة في فريق فيتا وفيه مدربه هي البداية وطريقة اللعب يعني اللعب بطريقة مختلفة انت تحس ان المدرب بتاعهم كان واقف يتفرج على المزهول طبعا من الطريقة انت جاي تلعب طريقة الهجومية عندك بعد اثنين اثنين جاي تلعب باثنين في رودة ازاي مسلمان يملى نص الملعب الاثنين ديفندراتهم معهم الطرفين ومروان ومحمد شريف قدام طبعا الاثنين بيجروا كويس قوي قوي عملوا يعني انت لو تلاحظي حتى نقل الكرة كان سريعة وبالنسبة للأهلي ودي اللي فرقت معاه الكرة ما تتنقل من وراء لقدام بسرعة لانها مساحات في اغلب الاوقات هناك لان الفرقة التانية الطبيعي تعادلة معاك اثنين اثنين نزلة على ارضها تكسب وعايزة تضغط وعايزة ودف